بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا وبرحبا بكم في part 15 وهنا بنتكلم على types of compression failure بمعنى لما يجأ احمل الخرصانة بload معين ايه شكل failure اللي ممكن يحصل في الخرصانة لازم نعرف الاول ان الموضوع ده حيعتمد على size بتاع الممبر او العينة بمعنى على سبيل المثال لو انا عندي cube وبحمله او عندي cylinder والcylinder ديت بحملها بcompression load فعندنا ثلاثة moods number one under axial compression concrete fails in shear يعني السبب الانهيار في الحالة ديت بيبقى shear stress زا ما احنا شايفين هنا number two the separation of the specimen into two parts والكلام ده معروف بالsplitting fracture number three the combination of shear and splitting failure ادي الحالة اللي هي بتاعة الcombination اللي فيها الsplitting failure والshear failure دي الحالة اللي بتبقى pure splitting زا ما احنا شايفين الشروخ بتبقى طولية على العينة ولازم نرجع نقول هنا ان mode of failure دي بند على المايكرو ستركشور بتاع الخرصانة لانه هو منلي الكسر بيحصل فيه في النقطة الضعيفة اللي هي بين الأجريجيت وبين السمنت بيست هي ديت الانتر بيس زون اللي بتحدد المود of failure بتاع الخرصانة فكلما كانت قوية ده بيدي شكل معين للفلير لو هي الفويتس فيها عالية المود of failure بيتغير وزا ما بنقول السايز احد الفاكتورز الحاجة التانية البروبرتس بتاعة الانتر فيس زون هي اللي بتحدد شكل الكمبريشن فلير